موسيقى سهل الخير عليكم أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من دفتر أحوال برنامجكم هو البرنامج الخدمي أظن الوحيد الموجود للخدمة العامة خدمة قانونية خدمة اجتماعية على المستوى الوزارات على مستوى كل القطاعات والمؤسسات اللي بتتعامل مع المواطن المصري النهاردة يعني مفيش صوت يعلو فوق صوت كورونا إيه اللي بيحصل إيه اللي بيدور للأسف ما عندناش سيرة غيرها ده يرفق أزهاننا حيات كتير هتخلص إمتى إيه اللي بيحصل إيه اللي هيحصل فيه كواليس فيه ناس بتنزل يمكن خلاص يعني خلينا نعترف إن السوشيال ميديا بقيت بتأثر في حياتنا بنسبة 90% فللأسف إن فيه كمان ناس كتير بتاخد أخبارها من مواقع التواصل الاجتماعي فبتلاقي سلبيات التواصل الاجتماعي وصلة معاك لمرحلة النهائلة بتنقلك الأخبار وأخبارك بتكون كاذبة بعضها أكيد بيكون كاذب بيشتنقلن عن مواقع أخبارية تقريباً وتحديداً النهاردة جاي أتكلم عن السلبيات اللي بتحصل في حياتنا في الظل وجود الكورونا أمر سلبي كبير جداً جداً بيحصل خليني أتواصل معاكم وأقول لكم إنه دفتر أحوال متاح معاكم طوال الحلقة كمان على صفحة دفتر أحوال على الفيسبوك بالعربي هي دفتر أحوال مستني اتصالاتكم والأسئلة وكل الأمور والاستغاسات اللي أنتو عايزين تنجدوا بيها وتوصلوها للقطاع الأكبر والمسؤولين معاكم في ده وبنحاول ننقل مع بعض كل السلبيات اللي بتواجهكم أنا معاكم فيها معاكم في كمان في إنه ننقل سورة إيجابية يمكن نتكلمنا عن حلقة فاتت وكنت سعيد جداً كنت من أسعد الناس لما كلمت تقريباً عن حلقة اللي فاتت عن اللي نقصنا إيه وإزاي نفكر في الناس اللي محتاجة الناس اللي بنساعدها يعني قلنا الدولة عملت إحنا الدور علينا هنعمل إيه لقيت كمية صلاة ملاش حصر لقيت كمية رسائل على الصفحة والله أنا ما شفت خير بالشكل ده ناس كتير مستعدة تعمل الخير ناس كتير مستعدة تساعد مستعدة توصل الخدمة لحد أصحابها قلت ونشدت قلت لو كل أسرة تعرف أسرة فقيرة أو محتاجة بتدهمش فلوس إملالهم التلاجة أضع في الإيمان زي ما بتملة تلاجة بيتك حاول تملة تلاجة الفقر أو المحتاجين وقلت كمان إن شهور السنة ورب رمضان هو رب كل شهور السنة الفترة دي أكبر فترة فيها الفقرة والمحتاجين هما فعلا محتاجين محتاجين وجبة محتاجين مساعدة محتاجين وقفتك معهم ننسى ننسى إنه نرمي الحمل على المؤسسات وعلى وعلى خليني في نفسي دايما ما بفكرش غير في نفسي بفكر في إن أنا دوري إيه دوري إيه قدام ربنا إن أنا يكون بيتي مليان تلاجتي مليانة وأعلم جيدا إن في ناس كتير محتاجة شفت إيجابيات بصراحة خليني صريح وقلت وقتها يعني لازال الخير في أمتي إلى يوم الدين صدق رسول الله حقيقة حقيقة فعلا مش أتكلم غير إنه مصر فعلا ولادها عطي في وقت الأزمة لقيت كتير جدا ألف واحد عايزي ساعد شفت كتير إيجابيات عايز أقول لكم النهاردة في الحلقة قررت أقول إيه سلبياتنا وإيه اللي إحنا المشاكل اللي يقعين فيها كمان هرد على كمان استفسارات كتير جدا في النطاق الأسئلة اللي جات للمحاكم هترجع إمتى الشغلة هيرجع إمتى الحياة هترجع إمتى لطبقتها لأنه في ناس كتير محتاجة تتعامل على القطاع الحكومي وهم قاعدين متأزين فهرد على الأسئلة كتير تابعوني وخليكم معايا بس خليني أقول لكل حد وكل المصريين سواء مسلم ومسيحي ولسانهم طيبين بمناسبة عيد الربيع شم النسيم مش عارف أشكر أو أسخر من كل الناس والأسر اللي عايزة تطلع وتصيف تطلع على البحر تطلع في رحلات مش عارف أقول لهم برافو أنتو كده كده شطري كده أنتو كويسين أنكو عايزين تعملتو جمعات أنكو عايزين تروحوا أسوأ وتشتروا عايزين 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 ونسيين اللي محبوسين عشانكم تقريبا في فئة مثقفة وعندها وعي وهي كبيرة فئة كبيرة خليني أكون متفق معكم إنها فئة كبيرة جدا وفي فئة قليلة بتبوز اللي كل بيعملوه معناها إيه إنك تاخد أسرتك وتروح هو زكاء منك إنك تاخد الأسرة وتروح تسافر وتأمل تجمعات أنت والعائلة كلها وتاكلوا وتخرجوا وتضسطوا وتفرحوا وتنسوا إن في ناس متعذبة وفي بيوتها ده الدنيا كلها بتقول خليك في بيتك زهقت مش قادر تستحمل يا أخي انت حر في نفسك ما تختلطش بناس خليك في نطاق بتأذي أسرتك أصلا في أزمة إذا ما نبهناش الناس ليها في اللي جاي النهاردة إحنا دخلين على شهر كريم شهر رمضان كل سنة وكل مصر بخير وكل الوطن العربي ربنا يفكها من عنده بإذن الله ونرجع في استقرار ونرجع في شاء يعني نتلم نتلم وحشتنا أنا عارف أنا عارف بس بالشيء جاري إنه على دخلة رمضان إني أفكر في الأزومات الدولة قليها بتحارف في اتجاه وتقول نوقف ونوقف خروج ونوقف وتلاقيك أنت بتجمع أسرة وبتجمع وبتحضر من دلوقتي عشان تعمل الأزومة مش زكاء والله ما زكاء بتجمع أصحابك وتقعد في بيت في في شقة في محل وبتقفل على نفسك هو مش زكاء صدقني هو مش حظرة تجوال للثورة عشان الناس بس بتقرن أن الأمر يعني بتفهم أنها بتضحك على الحكومة بتضحك على الشرطة أنها بتهرب وبتعمل تجمع مع نفسها حقيقة أنت بتروح بيتك بعد التجمع وده أنت ما تعرفش إيه اللي حصل بتنقل إذا المرض أو الفيروس والأعداد زادت أنت سبب رؤيسي فيها بزكاءك يعني المقاطع النظير ده هو اللي ممكن يوصلنا لقدر الله لأعداد عشوائية خليني أسمع من اتصالاتكم إيه السلبيات اللي بتمر إيه كمان لأنه أنا في على الصفحة جالي شكاوي كتير من أنه فيه تجمعات تحت البيوت خليني يمكن أخد أول اتصال معايا أستاذ محمد مساء الخير مساء الخير يا سيد محمد مساء الخير مساء الخير عليك كل سنة طيب العيو والله كنت عايز أوصل صوتي للمسؤولين بس خلال برنامج حضرتك كده تفضل فهم أنا عندي أكتر من مشكلة يعني أول مشكلة كان عندي مدام كانت بتاخد تكافل وكرامة فبقى لهم أكتر من ثلاث شهور موقفين وبجري عليهم مش عارف أوصل لهم تاني مش طبعا أنا عامل يوميا ويعني محافظة إياس محمد الأول بالبحيرة تمام المرتب اللي كان بتاخده كان بساعد معنا في المعيشة شوية فبقى لهم أكتر من ثلاث شهور دلوقات موقفين للأبض بتاعها وأنا بجري عليه وأتصل برئاسة الوزراء كل عشرة أيام يقولوا ليه احنا بنستعجل مشكلتك واتصل بنا كمان عشرة أيام بقى لشهرين ردا على الجزء الأول وهو تكافل وكرامة يعني أنا الكلام ده مصدق وأنا علامه جيدة من مزارة تضامن أنه خلال شهر إبريل هيتم استعادة صرف مع عشاية تكافل وكرامة اللي وقفها الفترات اللي فات كلها إذا لقدر الله حظك مكانش في الدفعة اللي تم الصرف ليها ارجع كلمني وهنتواصل مع بعض يعني أنا عارف إنها مشكلة عامة حصلت مع عداد كتير وتوقف بالفعل شوية إنما لو أنت دورك مجاش في وسط الناس هنرجع نتكلم ونتواصل مع بعض إيه عندك مشكلة تانية تقريباً لتصلت قطع ارجع كلمني لو في خلال شهر إبريل بإذن الله ما تمش صرف المعاش هنرجع نتواصل مع بعض ونشوف مشكلتك يمكن عندك مشكلة شخصية خليني أخذ تصل الأستاذ الغانية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا قدمنا لست كافر وقرامة وصوص ومين جميع تمام أنا لست حدد دلوقتي أنت محافظة إيه؟ محافظة سهار مقدمة من إمتى؟ إيه؟ مقدمة من إمتى؟ مقدمة ليه؟ أسبوعين من أسبوعين هو الضفعة جاب الضفعة الثانية ما جابتش طيب أنا لسه راضد حتى على المتصل اللي قبل حضرتك حجة هو أنه أنا عارف أن فيه بشرة صرع يعني صدرت من مصدر موصوق في وزارة التضامن أنه هيتم صرف معاشات تكافل وكرامة المتأخرة الفترة اللي فاتت في خلال شهر إبريل بإذن الله بالكتير إذا لقدر الله دورك ما جاش فيهم زي ما قلت لقصد محمد قبل حضرتك حريات أو لأنه ليهم إجراءات بيفحصوا كل حالة عشان ينعرفوا هي تستحق أو لا فهنرجع نتواصل مع حضرتك تاني بشكرك الحاجة غنية وتقريبا الخططة خليني أخد كل الاتصالات اللي مع الناس السلبيات إيه المشاكل خليني ردا على أسئلة كتير جائلة على الصفحة مفادها المحاكم ما تشتغل أمتى خليني أتفق معاكم يا جماعة إنه المحاكم كان واقف العمل حتى 16 إبريل الجلسات تم التمديد وهيتم خلينا نتفق إن التجمعات كلها أمر حطنيا موقوف على كل القطاعات يعني لما يكون القطاع والجزء الديني في حياتنا مسلم ومسيحي موقوف ما بالك إنه الأكبر هو موقوف فبالتالي ما دون ذلك أمر طبيعي وإجراء روتيني جدا إنه يكون بالفعل موقوف إنما علشان بس تحديدا لكل اللي سألني على الصفحة المحاكمة تشتغل إمتى تشتغل إمتى قطاعات الإدارية في المحكمة كلها شغالة بمعنى إنه اللي عايز يرفع قضية اللي عايز يحرر محضر اللي عايز ياخد إجراء بنسبة 80% موجود المحاكم شغالة لإنه في قطاعات صعبة جدا إنها توقف كلية لإنه يعلم البعض إنه في حاجة اسمها موعيد لرفع عضايا أو موعيد لاستقناف موعيد محددة رسمها القانون فبالتالي اتساب موظفين وبعض الموظفين إنهم يتابعوا الحالة وإنهم يشغلوا الأمر بش بنفس القدرة العددية وبش بنفس الكفاءة إنما هيكون يعني بيسيروا الأعمال المحاكم لكل اللي سألني شغالة خليني أخذ اتصال الأستاذ محمد مسأل خير الأستاذ محمد من نوفية وإنك باش أنا مش عارف اللي بض من القبض ولا أم لإي حاجة قبض إيه بتاع القرامة تعتكافر تعتكافر القرامة أه ولا اللي هم اليومية الغير منتظمة أو العمالة الغير منتظمة أيها العمالة الغير منتظمة الخاصة بكرونا طيب هو في أخبار إنها هتتصرف الفترة اللي جاية طريقة صرفها هيتحدد وهيتعلن الفترة الجاية مين اللي يستحق ومين ما يستحقش هم ده اللي شغالين عليه دلوقتي إنه كل الناس بتعلم كويس يا عز محمد إنه ناس كتير قوي قدمت هنفترض إنه ألف واحد قدموا الألف منهم متين مثلا ما يستحقوش فهم أعزينا كفندم بس تعين شو ما اللي منوفية بس بايزي خالب المنوفية بايزي خالب المنوفية لأ أنا أعلم إن المنوفية فيها خير كتير إيه عندك قرية تحديداً في المنوفية أو إيه مشكلة تحديداً المكان بالزبط من كفر كفر السنفس إيه المشاكل اللي عندك الحقيقية يعني ما فيش حد بيسأل علي ولا أي حاجة أيها يعني إيه نقصك خدمات مفيش ميا مفيش كهربا مفيش حددلي مفيش كهربا ولا ميا إنتوا عايشين بلا ميا بلا كهربا مثلاً لأ مفيش كهربا وكل حاجة مال يعني مفيش حد بيسأل على الشباب ولا أي حاجة طيب خلينا نتابع معاك يا روزي محمد يعني أنا عايز شكوى تحديدة يعني محددة كده أنا يعني الشكوتي بطالة بالشغال أو 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 حدد لنا ابعط لنا كلمنا نساعدك إنما شكوى عامة مفيش حد بيسأل علينا مش مطالب الحكومة مش مطالب بأنها تتصل بكل مواطن وتقوله إزاي كنت عامل إيه خليني أتفق معاك علشان أكون حيادي أنا أنا كوزارة أياً كانت الوزارة إيه مش مطالب إن أنا أتصل بالمواطنين وأقول لهم إنتوا عاملين إيه أخبرت صحتكم إيه إنت عايز إيه هو ده المهم إنت نقصك إيه هو ده المهم خليني أخذوا أستاذ عواطف المنوفية تقريباً صح كده مساء الخير وعليكم السلام مساء النور مساء النور عليك أنا والله عندي عندي مشكلة في التموين في التموين خير أنا أنا على المعاش تمام وجوزي على المعاش وبنتي طالبة سنة تانية سنوي والتموين بتاعنا إن شاء تمام وقدمت تظلم وروحت أنا بنفس القاهرة وما فيش فايدة التموين ما أرجعي ليش برضو كان السبب إيه أكيد بيقولولك السبب ما فيه سألولي مرتب حكومي مرتفع أنا جوزي على المعاش على المعاش بيتم تقاضع معاش مرتفع بالراح بالراح خلينا ناخد الكلام واحدة واحدة عشان أقدر أوصل مرتب حكومي مرتفع ده السبب اللي جالك مرتب حكومي مرتفع إنما هو معاش معاش مرتفع لا أبدا معاش بتاعه أربع تلاف جنيه طيب هسمعك يعني تسيب إنا بياناتك ترجعي تكلميهم تاني في الكنترول زماننا في الكنترول من فضلكم ناخد بيانات الزواطف ونرجع نتواصل وأعرف إيه الحدود في المرتبات المرتفعة هل أربع تلاف يندرج تحتهم أو لأ هنعرف ده وإذا كان فيه أمر إنك ترجعي أكيد إحنا نكون أول المتذخلين في ده بشكرك لإتصالك أه أستاذ عواطف أستاذ رجب مساء الخير يا أخلي مساء الخير عليك الاسم الولد اسم رجب أحمد رجب حسن مين اللي هو رجب حسن إبنك أه حضرتك ده ولا عنده لا شجة ولا بيت ولا عدد ماء ولا عدد نور ومعاه تلس سبيان والله أنا بصرف عليهم وجدم في تكافل وكرامة ثلاث مر أربع مرات ما بيديش اسمه ما جاش اسمه بقول لحضرتك جدم في تكافل وكرامة أربع مرات ما بيديش تمام قدم أمتى آخر مرة كان بيقدم فيها أمتى آخر مرة من حوالي 13 طيب هو ما جاش مش اترفض ما جاش لأي ما بيجيولوش خالص ما عاربش بيأخذ الورق بجا بيكونوه هناك في لا في الساعة دي وأنا بيعملوها بالزرع لسه رضت على اتصالات قبل حضرتك وقلت لهم إنه في بشرة أكيد من وزارة التضامن في صرف معاشاية التكافل وكرامة بإذن الله في خلال الفترة الجاية في خلال شهر أربعة بإذن الله هيكون في صرف معاش وهيرجع يتصرف مرة تانية وأكيد الناس هتلاحظ ده وهتشوف ده الدولة بتعمل عليها بقدر الإمكان بتصرف معاش تكافل وكرامة بقدر الإمكان بتحاول بس تتحجم الأمر يعني أبشكرك لأقوله سيد رجب بتحجم الأمر علشان بس ما يدخلش ما ليس له حق في الدور ويقف في الطبور وياخد حق ناس محتاجة فموضوع التحرد يا جماعة مش سهل أكيد عارفين أنه بيتعب ناس وبيتعب أسر تانية ليهم الحق في أنه يأخر دورهم في الصرف إنما هو العملية مش اعتباطية مش سهلة مش من الطبيعي في أي دولة في العالم أنك تقدم على معاش فتاني أو تالت يوم أو تاني شهر يتصرف لك أمر طبيعي بعد عمليات الفحص وأن أدخل على كل السيستم اللي موجود اللي الدولة بتحاول تأمل سيستم كامل أني أوصل ده وأني أحاول أديك حقك اللي أنت تستحقه أمر مش هاين خليني أخذ اتصال لأسيس جمال مساء الخير أسيس جمال مساء الخير تقريباً نتصال في حاجة بشكرك أسيس جمال حاول ترجع تتصل بينا تاني مين معنا يا جماعة طيب تقريباً فيه ضغط على المكلمات ناس كتير محتاجة مساعدات محتاجة استثارات للأسف الجهات الحكومية طبعاً معظمها قافل فالناس مش قادرة تلجأ إنها تسأل معظم الجهات اللي تتعامل مع مواطنين عمر طبيعي جداً مش عندنا في مصر في العالم كله فوقف التعامل مؤقتاً إنما بإذن الله غمّة وتنزح خليني أرجع أكلمكم في الظل ده كله عن الإيجابيات اللي شفناها الإيجابيات شفنا كتير ناس عايزة تساعد ناس بتكلمنا بتقولنا مين محتاج وإحنا نجيله وإحنا بدورنا إحنا مش عايزين ناخد إحنا مش يعني كابر يعني إحنا يعني فريق العمل وإدارة القناة عايزة تخرج إيديها نظيفة من الموضوع فإحنا بنوجه أصحاب الإعانات لمن يحتاجها يعني عندك فلان وفلان وفلان إنت محافظة إيه محافظة كذا عندك فلان وفلان وفلان بياناتهما هي يتعامل معاهم إنت راجل عايزة تعمل خير فإحنا عايزين نخرج يعني نكون وسيط خير إنما في الأمور اللي تخص برنامج دفتر أحوال في الخدمات الحكومية في إنك الاستشارات القانونية نقدر نعمل ده معاك نقدر نكون إيديك مش هنكون وسيط فقط هنكون وسيط حتى كمان بينك وبين المؤسسات إذا عندك مظلمة عندك صوت إحنا معاك خليني أخد اتصال والسيزة عاطف مساء الخير عليك صدر الشكورة بتاعيك نواصف من تكافل وكرم ديها من 10 ستاشر تمام طيب أنت آخر مرة قدمت إم تفتكافل وكرم أنا كنت مقبض ونفذلت تحت وارف لأ معلش صوتك مش واضح تاني تقريبا الصوت بعيد شوية أيوة من شعر سبعة يا فرم من شعر سبعة طيب أنا لسه رد على الناس لو أنت متابعني هتلاقي يا ريس رد على الناس وقلت لهم فيه بإذن الله أخبار أنه هيتم صرف كل المتأخرات أو المعاشات المتأخرة من تكافل وكرمه لناس كتير الفترة اللي جاية لأنه ده إعلان رسمي من الوزارة فبإذن الله إذا لقدر الله ما تمش صرف هترجع تكلمنا تاني هتسيب لنا بياناتك نعرف إن كان عندك مشكلة شخصية أو لا خليني أكد صال لأسيز عمر تقريبا اللي جاي عمر مظبوط مساء الخير يا أسيز عمر السبب بلغوك عن سبب القطع ما بيقوله مراتك موظفة بتاخد تلات تلاف جنيه تمام فوقفوك إنت يعني خليني أسأل أنا راجل مسن يعني إنما الأسرة يعني موجودة زوجتك موجودة على زمتك وعايشة معاك أيها موجودة يعتبروها عائل تقريبا خليني أرجع أتواصل وأعرف الأسباب إيه وال يعني اللي بيسموها كده المعوقات إيه اللي تمنع الصرف عشان أرجع أبلغ بيها يعني الحد الأدنى إيه في المرتبات كتير أوفئة كبيرة بتسأل عك ما عاش تكافل كراما خليني أخد صال أساس جمال مساء الخير سألها وطلع وردات يا باشا مساء الفقل عليك إزايك عامل أساس جمال الله أخذك يا باشا والله عنديش حضرتك شاو كله فضل فضل لك الله أنا جدمت في العمال أغير منتظم حضرتك بعتوض قال له مستحقش مستحقش ليه بعتولك بالفعل وقالولك ما تستحقش آه يا باشا ولا موظف ولا عند أرض الحمد لله ولا حادي من ده كله كيف ملتعكس مش عارفة ولا عندك أرض ولا عندك أي حاجة ولا موظف والعالي ويديو عائل وما عندكش أي معاش مبتاخدش أي معاش من حد الله يا ربنا أقول لي يعني طيب أنت قدمت المفروض أنه الكلام ده ما تعداش الشهر تقريبا جدمت في تكافل وجدمت في كل حدة برضو نفضل لا أنت بتكلمني عن تكافل بتكلمني عن تكافل وكرامة ولا بتكلمني عن العمالة يعني تكافل وكرامة وقدمت فيها ده اللي مستحق جلت معاني نفضل تشغل الحد ما كانت تمام ومش الحال بعد كده المواجف الحال وحصل موضوع الفاير ده ربنا يحوش البلاء من عنده يا رب جدمت في موضوعية العمالة غير منتظمة دي بعد كي يضع تقول إذن لك لم يستحق ليه مش عارف لم يستحق دي جايا ردا عن تكافل وكرامة ولا عن العمالة الغير منتظمة لأن العمالة الغير منتظمة هما لسه مردوش على حد وهم يعني لما بيبعثوا بيبعثوا رسائل للناس تصرف من المكان كذا جنبية يا باشا في البلد علي يعني فيها سعينة في البلد صرفت آه ولا يجب لي ما داشت حضرتك أنا ستسمعك تسيب بياناتك في الكنترول ونعرف إيه سبب الرفض ونعرف إن كان هو تكافل وكرامة اللي تم الرفض منه أو العمالة الغير منتظمة أو الملحة اللي رصدها الدولة وصندوق حي مصر للعمالة الغير منتظمة خليني أخد اتصال بشكرك الأول لسجمال آه خليني أخد اتصال مساء الخير مساء الخير أيض مساء الخير فهدل بتفضل تقول لك حضرتك كنت أعاوز أسأل على يالي في التموين كنت أعاوز أن أزلهم في التموين تقالي فترة طب أنت قارب مكتب تموين ما تعملتش معاه كنت أمتلهم كتير عشان كنت أمتلهم كتير عشان أنزلهم همين بس مش عاوزين ينزلوا أنت محافظة سكندرية صح؟ يبتالي سبع سنين محافظة سكندرية مصبوك؟ آه أنت كنت على يعني أنت كنت على بطاقة التموينية بتاعت والدك أو والدتك وخرجت منهم؟ لا بتاعة لا أنا معايا بطاقة شخصية بتاعتنا أنا وزبتي حلو أي سبب الربض أنهم ما يدخلوا أولادك؟ بكل شيء يوريس السيستم واقف السيستم آه يعني هي مشكلة في السيستم السيستم واقف مشكلة في السيستم مش مشكلة رفض شخصي على معاشات أو مرتبات أو غيره لا لا أنا ما أخد معاش لا آه طيب الكلام دا بقاله قدي السيستم واقف دا بقالي تتير أو أكثر من خمس سنين أو ست سنين نقدمه السبب الرفض السيستم واقع بقاله خمس سنين؟ أنا خمس سنفار والله كل ما قديم حضرتك في الساعة التموين هاي هل سسمحك يعني قبل مناشد وزارة التموين أو القطاع الخاص في المحافظة الإسكندرية آه خليني أخد بيانات حضرتك علشان أتكلم من باب وعي إيه سبب الرفض ليك أنت إن كان شخصي أو إن كان مشكلة عامة في المحافظة أو في الحي عندك آه مش هقدر يعني أناشد الناس من غير ما أعرف أصل المشكلة إيه فخليك من فضلك سيب لنا بس آه بياناتك زي ما لنا في كنترول بس آه بيانات سوز مؤمن من إسكندرية وهنرجع نتواصل معاك ونعرف إن كانت المشكلة هي شخصية ولا مشكلة عامة عندهم آه ناس كتير قوي بتسأل على تكافل وكرامة آه وقد حيز من الناس آه وقد حيز كتير قوي من اهتمام الناس لأنه الناس كتير قوي محتاجة ومعنى أنك تأخدم في تكافل وكرامة يعني أنت تأشد الاحتياج وإنت ما عندكش أي مصادر دخل آه ربنا يعيني الدولة ويعيني الحكومة ويعيني الناس آه قبل الكل فإنها مش قادرة على المعيشة خليني أخذوا التصال للأستاذة ماي مساء الخير مساء الخير الصوت بعيد شوية مساء الخير إزايك الحمد لله تمام حضرتك مامك تبتبت من تكافل وكرامة انت من السعيد صح؟ من السعيد صح؟ آه منين في السعيد؟ من قصيوت من ورانا الأول وليلي يا مابا دخل وآه لما قدمنا في اللي هم في العمالة غير المنتظر شنبابا شغال في العمالة غير المنتظمة ما جات إثننا تمام وإيه تاني؟ نعم وإيه تاني؟ في عندك حاجة تانية يا جل الموضوع ده؟ بس طيب وإخوتي أشنا سبعة أشنا سبعة فيها بطياتي بالتموين وأربعة ما خدوهش طيب خليني أرد عليك الأول في العمالة الغير منتظمة وبعدهم اللي بيتم عليك تحريات الأول وبيخلص بيتصرف له فإن كان دورك مجاش أكيد هيجي مشكلة وزارة التموين أو الناس وزارة التموين بتدي السبب لوقف الصرف للأشخاص معينين يعني فيما معناه أنه يقولك أنا وقفت لفلان وفلان أو لعشر أشخاص عندك في البطاقة أو لخمس أشخاص أي أن كان الرقم لسبب كذا إذا السبب تزال ديني ما يوفيد إن السبب تزال إذا إحنا غلطانين هاتلي ما يزبط إن إحنا غلطانين إنما العملية كده بس يا جماعة لعشان بس اللي بيسمعنا وما عندوش مشكلة ما يعتقدش إن الموضوع سهل وهيل على الوزارة التموين إنها توقف صرف مستحقات تاس خالص أنا أسق 100% لأنها مدام بتديك السبب وتقولك أصل إنت عندك عربيتين أصل إنت عندك معاش يتعدى كذا أصل إنت معناها إنها فحصت حالة خلينا متفقين الموضوع مش اعتباطي رغم ذلك كان إعلان من شهر تقريبا قبل أزمة كورونا إنه اللي تم استبعادهم من بطاق التموين بيرجعوا بالتتابعة كانوا تقريبا مليون شخص أو يعني في حدود المليون أقصر أقل إنما بيرجعوا بالتتابعة السبب إذا تزال أوتوماتيك وزارة التموين بيترجعك والمأمورية اللي انت تابع ليها وصلها وهي بترجع الورق موضوع يا جماعة اللي ليه حق لازم يدور عليه اللي عنده سبب وزاله لازم يبلغ إنه هو رجل بالغلط أثبتوا إنه قالوا إنه عنده عربيات ملاك كتير فأمر منطقي ما استحقش دعم فبالفعل لو هو كان باعهم أو إنه هم كانوا مش موجودين عنده ما يثبت أنا مش مطالب إن أنا يعني لما السبب يتزال أعرف وأفتح كده وعلم الغيب وأعرف إنه زي ما بتسال إنما الطبيعي إنك تيجي تقولي ما يثبت إزالة الموضوع لكن خليني أهتم الفترة اللي جاية بموضوع معاش تكافل وكرامة لإنه هو أمر أنا شايفه في محافظات مصر وأقاليم مصر بيهم الناس كتير قوي بقاعد كل الناس حتى إن أنا يعني هتواصل مع مع وزارة تضامن ونشوف الموضوع واصل لفين هيتم الصرف إزاي المراحل اللي هيتم فيها الصرف لإنه أنا أعلم جيداً إنه الفترة اللي جاية هي صرف تكافل وكرامة هيكون بالتتابع كتير أنا متأكد إنه بإذن الله في فائد في الدولة اللي تصرف ديه على الناس وتساعد إنما أرجع تاني وأتكلم في أنت دورك إيه أنت اللي مش هقولك يا غن الغن اللي ليه عز وجل أنت اللي حالك ميسر عملت إيه عملت إيه عشان جارك عملت إيه عشان أخوك عملت إيه عشان بواب العمارة اللي أنت سكن فيها يا رجل يا مستريع عملت إيه هل سعت هل فكرت فيه زي ما فكرت في نفسك فيه ناس بتفكر مختلفتش فئة كبيرة جداً أنا تصدمت بعدد الناس اللي بتطلب مساعدة الناس والله العظيم على المستوى الشخصي فوجئت فوجئت قد إيه هم عددهم كبير قوي الناس اللي عايزة تعمل الخير كل واحد بحجمه اللي عايزة تطلع وجبة بالنسبة لي ده فخر والله العظيم ما توقفش الحال على أن الحكومة هتعمل قبل الختام أرجعتاني للسلبيات لأن الموضوع بجد نفسياً بيقزيني يعني من أكثر من أسبوع وأنا شايف حالة تحرر غريبة شوية أولنا بتدت أزمة كورونا كان عندنا كلنا هوس نغسل إدينا نلبس كمامة نلبس جوانتي النهاردة بتحس أنها كانت موضى وخلصت تقريباً فيه لها مبالاة إيه اللي بيحصل الناس استهانت بتدت تعالي على خلاص أنا ما فيش حق كأنها كتبة مثلاً لا بش كتبة بش كتبة وانت داخل في مرحلة أزمة طب عايز تأذي نفسك أذي نفسك ما تأذنينش يا ما تتعاملش معايا بالشكل ده كتير سلبيات يمكن كمان في المجتمعات أنا عشان بس ما اتهمش المجتمعات والشعبية والمناطق الشعبية بأن فيه تجمعات في المناطق لا المجتمعات الرقية كمان بيجمعوا بعضهم في شقع ويلعبوا بلاي ستيشن شكراً يا زكي شكراً يا نصح بتمنى الناس كلها يبقى عندها ثقافة التعامل مع بعض النظافة بش موضة النظافة بش مسألة وقتية النظافة دي حماية لولادك صغرين لأبوك لأمك لناس منعتهم ضعيفة ساعد ساعد لواجه الله لحد ما لغمت الزرح ما يبقاش ناس بتحفر وناس بببوزدهم اللي بحفر ما يبقاش ناس بتعمل خير وناس بتبوز الخير اللي بيتعمل ما ردتش كتير على أسئلة جات لي على صفحة دابطر أحوال إنما العمل معلق آه معلق في الجهات الحكومية كلها يمكن حتى آخر سؤال محتاجة جاوب عليه العمل حتى في قطاع المرور يعني أنا تسألت كتير قوي السؤال ده على صفحة دابطر أحوال ناس كتير عايزة ترخص ورخصها منتهية الدولة علانتها صريحة يا جماعة مش محتاجة أسئلة ارجعوا كده للمواقع الإخبارية الرسمية هتلاقي أنه الدولة قالت اللي رخصته منتهية يمشي دي مفيش مشكلة يا جماعة ما تقلقوش أنت عايز تجدد رخصتك هتجددها أول مفتح الشباك التعامل هتجددها اللي رخصته منتهية اللي رخصته منتهية ومش قادر يمشي بقول لك يمشي الدولة قالت لك يمشي يا عم بيها الزبط مش هيوقفك يقول لك هسحب الرخصة ما تخافش الدولة وقفة جنبك الجهات اللي بتتعامل مع المواطنين أكيد كلها يهمها مصلحتك أكيد بيش وقفلك بالمرصاد يعني أمور كتير قاوة دا ولو وقفت فيها وساعدت فيها يعني مش هطلب من كل الناس إنها تجدد رخصتها عن طريق الإنترنت فيه ناس فئة ما تعرفش أنا عارف أعلم جيدا إن فيش كل يعني القطر المصري يعرف يتعامل ويجدد رخصتها عن طريق الإنترنت وفيه عندهم يعني معوقات إنه عنده فحص فبالتالي ما يعرفش يجدد لما يروح يفحص في المرور أيا كان وضعك إيه جددت أو ما جددت امشي في الوقت قبل الحظر ما فيش حد ما فيش ظابط محترم هيوقفك يقولك ما جددتش رخصتك إيه خليني بشكر كل الناس برجئ كل الأسئلة اللي موجودة على صفحة دفتر أحوال وبرد عليها يعني أنا في بعض الأسئلة وكتير قوي من الأسئلة أنا باخد الأسئلة المجمعة بس اللي برد عليها على الهوى إنما في أسئلة بتبقى فردية بنرد عليها وفريق العمل بيرد عليها على الصفحة مباشرة برجع تاني أفكركم بصفحة دفتر أحوال على الفيسبوك هي دفتر أحوال بالعربي أرقامنا موجودة وإحنا موجودين معاكم طوال الأسبوع أي حد عنده خدمة استشارة استغاثة موجودين معاكم 24 ساعة موجودين على صفحة دفتر أحوال موجودين معاكم كل يوم حد الساعة 9 موجودين معاكم أي حد عنده استغاثة برجع تاني أقول لك عندك استغاثة إلجأ لله ثم إحنا بعد ربنا عز وجل بشكركم شكرا جزيلا ربنا يا زيحة الغمة وكل سنة وأقباط ومسلمين مصر بالخير إن شاء الله أراكم الأسبوع الجاي على خير ويكون حلنا أكتر ثقافة ووعي ونكون قدينا نفسيا في التعامل مع بعض بنظافة النظافة من جوه ومن بره أشكركم وإلى اللقاء والسلام عليكم اشتركوا في القناة